مسلسل نصيبه واسمتك الجزء الرابع حكاية وانسى روحي وياك الحلقة الرابعة اللي بتبدأ بأمر واخد عمر وبتقول له انا خفت عليك جدا من الحادثة اللي انت عملتها بس قولي ومين اللي عمل الحادثة ومين اللي كان سيق مش انت برضو اللي كنت سيق قالها ايوة بس سلمة بتحول تداري علشان خاطر ابوها ميرفضنيش من الشغل لكن بتقول له ان شاء الله بقى ليه بتعمل كده ايه اللي بينك وبينها بيقول لها هيكون بيني وبينها ايه يعني انا فين وهي فين دي بس يعني بتشفك على حالتي مش اكتر امر لسه هتعترف لعمر بحاجة وبتقول له ان في حاجة عرفتها نهاردة الصبح لكن لبنة بتيجي وبتقطع حوارهم وبتقول له هي شايمة اللي كانت هنا دي كانت اختك يا عمر ولا امراتك بترد امر وبتقول لها انت بتقولي ايه قلت لها ايوة اتفضلي ادي البطاقة بتاعته الشخصية مكتوب فيها عمر متزوج بتتصدم امر عم نعيم واقف مع نوفل وبيقول له على حاجة مهمة جدا شافها وهو انه لقى قاسم كان بيلعب في عربية سلمة من كم يوم كده بس اول ما شافني عمل نفسه يعني مش بيعمل حاجة لكن بيقول له عم نوفل الكلام ده خطير جدا ولازم تقوله لرياض بيه لكن بيخاف جدا وبيقوله ليه اقوله قاله لأ الموضوع كان فيه موت كان ممكن سلمة يحصل لها حاجة الكلام ده لازم يوصل لرياض بيه قاسم قدام رياض وبينفي اي حاجة قالها نعيم لكن نعيم بيقوله انا شفتك بعد كده وبعد الضغط من رياض على قاسم بيقوله ايوه انا فعلا عملت كده بس ما كنتش اقصد والله سلمة قاله ليه بتعمل كده دي سلمة حتى بتعملكو كلكو زي بعض وبتعملكو معاملة كويسة لكن بيقوله انا ما كنتش اقصد واللهي ما كنتش اقصد سلمة انا كنت اقصد عمر وانا اسف جدا مش هعمل كده تاني لكن بيقوله اللي انت عملت وده غلطة كبيرة جدا قاله ما عليش سامحني يا شخاطر ابويا رده وقال له شخاطر ابوك هخليك تمشي على رجليك بدل ما قوم دلوقتي افرغ رصاص كله في دماغك يلا اطلع بره وبيطرده رياض بيسأل نوفا لو بيقوله ايه العلاقة بين عمر وبين آسم علشان يعمل فيه كده ويبقى عايز يموته بيرده بيقوله اقولك يا سيدي اصل الولد آسم حاطت عينه على البيت امر والبيت امر حاطت عانيها على عمر علشان كده آسم الشيطان بتاع وزه وخلاه يعمل حاجة زي كده عمر بيحاول يتكلم مع عمر لكن بتقوم وبتسيب المكان بيقولها اسمعيني قالت له ابحث عني انت كذاب وكذبت علي اخسارت الايام اللي حبتك فيها وكنت دايما بفكر فيك والاحاسيس دي كلها طلعت قسارة فيك انت واحد كذاب لكن بيقولها انا داريت عنك بس عشان قاطر ما كنتش عايزة اجراحك لكن الجوازة دي تفرضت علي وفيه ظروف معينة اقعد لما احكيلك لكن قالت له مش عايزة اسمع منك حاجة قال لها انت لو عايزاني اسيب الشغل ممكن اسيبه لكن ما تعمليش فيه كده بتقول له لأ وتسيبه ليه انت خلاص بقى ما انت عندك دلوقتي ولاد ومتجوز واكيد محتاج فلوس وبتزقه ايده بتقول له ابعد عني وانت تتكلمش معايا بالنسبة ليه ادهم اللي كان بيتكلم مع رانا البنت اللي مامته عرفته عليها وبيحكي لها عن عماي الابو فيه وكمان امه لكن بتقول له ان طمت في الريال طيبة جدا وإحنا اينا وانت طلع لها على فكرة بيشكرها جدا على ان هي وقفة جنبه وان معرفته مكانت خير وبيقول لها لازم اشوفك تاني وان ابو يا امي اخيرا عامله حاجة كويسة بتدخل مروة وعمالة بتقول له ان عايزة نظف وعمالة بتتكلم معاك ده بطريقة مايعة شوية بيقولها تنظف ايه ده مش وقته قالت له ما لامت وقته وبتفرد شعرها بيقولها انت عايزة ايه بالزبط قبتلك مش وقت دلوقتي ترتيب قالت له تعرف ان انت اكتر واحد ده ان انا برتاح معاه في الكلام هنا قالها ترتاح معايا ايه واحنا اصلا بنتكلم مع بعض قالت له طب ما طيلا نتكلم قالها في ايه بالزبط ما تخنينيش اكون انا السبب في ان انت تنتردي من هنا وكمال خدي بالك في فرق كبير جدا بين شغل امر هنا وشغلك بتقول لها دي امر امر دي ايه اللي انت كلكم مخضوعان فيها بتلم شعرها وبتخرج من القضة بتنرفزها بالنسبة للشيف خيري بيتكلم مع كواكب وبيقول لها ازاي عمر بس يعمل كده فيها دي بنت غلبانة ومسكينة بتقول له مش مهم المهم هو عايزها وانه مش مرتاح مع امراته ممكن يطلقها ومرة واحدة بتدخل عليها امر بتقول لها تعال ارتاحي شوية انت شغلت ودروقتي في ايه يا بنت انت كويسة قالت لا انا مش كويسة وعايز احكيلكو كل حاجة عم نعيم بيقدم الشاي لنوفل والعمر وطبعا نوفل بيشكر في عميل عم نعيم وعم نعيم بيطلب اجازة والنوفل يعني يتوسط له عند الرياض وقال له تمام بعد كده عمر بيفضل يتكلم مع نوفل في موضوع امر وبيقول ان هو مش عارف يتكلمها ومش بترد عليه ابدا بيقول له لو انت عايز تلعب بيها يا ابني سيبك منها عشان قاطر دي بنت طيبة جدا وكمان ما تستهلش ان انت تعمل فيها كده بيقول له لأ انا بحبه وعايز اتجوزها وانا مش مرتاح في جواستي وعند ظروف لكن لازم اقابلها وتكلم معاها قال له خلاص انا حسعدك عم نوفل بيقول لأمر انا عايزك في كلمة وبياخدها على جنب وبتستغرب وبتقول له عايز ايه لكن طبعا طلع عمر هو اللي مسلطه وبيتقول له انت جايبني هنا عشان خاطر اتكلم معاي انا مش عارز اتكلم معاي لكن عمر بييجي وبيعف يقول لها اسمعيني بس انا اتجوز تحت ظروف معينة بنت عمي وابويا غصبني ان انا اتجوزها لكن مفيش بني اي مشاعر لانا بحبها ولا هي بتحبني وانا كده 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 اتطلق حتى مقابل ما اعرفك وانا بحبك انتي وعايز اعيش معاك طول العمر لكن بتقول له انت متعرفش اي حاجة عن ظروفي انت متعرفش انا عايشها ازاي وإيه اللي فيها ولما قال لها ايه اللي حصل احكيلي بتبدأ ان هي تقول له ان هي راحت من كام يوم على شخاطر تعمل تحليل لانها كانت تحس بتعب وطلع عندها مشاكل في القلب والتحليل الجاية المفروض تعملها باربع تلاف وهي مش معا فلوس والعملية اللي ممكن تنقذها تتكلف 200 الف وطبعا كل الفلوس دي مش معاها لكن بيقول لها لازم نلاقي صرفها انا مش حسيبك علشان انا بحبك ومش عايزك تبعادي عني ولا تروحي بيني بالساهل ولازم نشوف حل للموضوع ده بتقول له هنعمل ايه قال لها انا عندي فكرة روحي لرياض وبتروح فعلا لرياض بيه وبتقول له ان هي عايزة 200 الف جنيه علشان خاطر تعمل عملية لكن رياض بيه هزقها وقال لها انا مش حصرف عليك انا حتى حد من عيلتي مش حدي له كل الفلوس دي وهزقها في نفس الوقت كانت كواكب قاعدة مع عمر وبتقول له ان البنت دي طيبة جدا ومتكسرش بخاطرها وان احنا لازم نشوف حل عشقات المضيعش مننا فبتيجي تتكلم معاهم وبتقول لهم على اللي قاله رياض وانه هزقها جامد وقال لها ان انا مدفعش فلوس دي لأي حد حتى لو كان حدي من اهلي واتعمها تقريما بالنسب وكان صعبان عليها نفسها جدا وفضلت تحكي لعمر اللي كان بيقول لها ايه الناس دول ما عندهمش دمه ليه كده المفروض ان هما يقفوا جنبك ليه كده هما فلوسهم كتير والفلوس عندهم بالكوم وبيشتروا بيها اي حاجة تفهى ومفروض يساعدوا حد زيك محتاج لكن مفيش اي فايدة ومش عارفين يعملوا ايه وكواكب صعبان عليها امر جدا وامر بتعيط وصعبان عليها نفسها ان رياض فكرها نصاب بالنسبة لرياض بيروحوا اولاده ادهم ويقس سلمة ويقولول يا بابا صحيح امر محتاجة فلوس وانت مدت لهاش الفلوس دي ليه تعمل كده وبينفجر فيه ادهم وبيقوله حرام عليك دي البنت اتخدامة تحت رجليك المفروض ان رياض هتتفعلها مبلغ بسيط زي ده انت عندك فلوس كتير جدا ومش محتاج واتهم بيبقى غضبان جدا تعمل العملية وبين الحياة والموت ادهم بيروح يقول لمامته لازم نساعدها باي حاجة حتى لو حتبيع سيغتك قالت انا ابيع سيغتي علشان قطر واحدة غريبة زي دي اذا كان اصرا ابوك ما بيع عليش سيغتي لكن سلمة كانت قاعدة بتقنع في باباها ان هو يدفع الفلوس دي لامر وان الفلوس دي سهلة جدا من هو يدفعها لكن بيقول لها ان انا عصامي وبديت نفسي بنفسي وفلوس دي مش سهلة ان انا ندفعها طبعا بتقول لها راحسة ان قيمة الفلوس عندك اكبر من قيمتنا احنا وبتروح بتعتزل لامر جدا على انها حاولت تساعدها لكن مفيش فايدة وباباها مش راضي بتقول لها قطر خيرك ان انت حاولت تساعديني بتقول لها سلمة انا حبيع الكاميرا ولو العربية بتاعتي ولا لا كنت بيعتها بتشكرها جدا امر و بتقول لها انا طول عمري بتمنى اخت وانت اكتر من اخت وقتر خيرك ان ان انت حاولت تساعديني وبتاخدها في حضنها في حين ان كل الجماعة دول قاعدين في المطبخ بيشوفوا موضوع امر ده وكله بيقول ان هو حيتفع فلوس عم نوفل 3000 كواكب 7000 وكمان كل واحد بيحاول ان هو يقدم اي حاجة لكن اللي ابنة بتقول ما عندهاش حاجة فبتقول لها كواكب اللي بيديعي الفقر ربنا بيفقره عمر مدهق جدا لان امر مشت وكانت تعبانة وكان رايح يتخانق مع رياض لكن بوقفه نوفل وبيقوله مش هتستفيد اي حاجة غير انك بس ممكن تطرد من شغلك فنكون خسرنا كل حاجة علشان كده معلش اهدى شوية وحنشوف حال اصلا الميتين الف دول تلاقيهم في خزنته رميهم كده لكن هو انسان كده بخيل جدا وبيدي القرش بالعافية امر قاعد مع امر ومستغرب جدا من تصرفات رياض بي ازاي بخل عليها بالفلوس دي وهو عارف ان هي بين الحياة والموت وبيقول لها مش ممكن اسيب الموت ياخذك مني وانا بحبك وممكن اعمل اي حاجة علشانك لكنها صعبان عليها نفسها جدا وبتقول له خلاص خلوني ان نصيبي ولو موتها عادي جدا ومش اي مشكلة انا مش زعلانة من حاجة لكن بيقول لها انا مش هسيبك تموتي ولازم نعمل حاجة والحاجة دي هي اننا حنسرق بتقول له نسرق لها ايوة حنسرق الجماعة دول حلل فيهم السرقة كل اللي بيعملوا ده غلط فغلط علشان كده احنا حليجي في يوم اجازة طويل ونعمل نفسنا ان احنا فعلا ماشيين لكن مش هنمشي انت هتودههم عادي وانا هودعهم عادي وهنعمل نفسنا خارجين لكن هنتدارة بسرعة ونطلع فوق الاوضة بتاعة الغسيل بعد كده هندخل الفيلة عادي بالمفتاح وهنفتح الخزنة وحناخد الخزنة كلها ونحطها في عربية سلمة ومن عربية سلمة حب اموقف عربية بره احط فيها الخزنة ونرجع عربية سلمة زي ماهي في الجراج بتاعها وناخد الفلوس وتروحي تتعلجي وانا حبق معاك ومش هسيبك وكمان اذا كان على مراتي واولادي ان شاء الله بابعط لهم فلوس يصيفوا منها اثناء تنفيذ المهمة والخطة اللي حطها عمر فعلا دخلوا البيت بالشكل ده وبيحاول ان هما ياخدوا الخزنة عشان يخرجوها بره بيطب عليهم رياض وبيقول لهم انتو بتسرقوني وبتخلص الحلقة على المفاجأة دي ودي كان ملخص لحلقة الرابعة وقبل الاخيرة من حكاية وانسى روحي وياك بالمسلسة نصيبه اسمتك الجزء الرابع وده كان ملخص الحلقة يا رب تكون عجبتكم ما تسوريش في اللايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان ينساركو كل جديد واستنوا بقى الحلقات باي باي